موسيقى الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت جرينيتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر لمحاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار في المنطقة مشيراً إلى أنه يجب على العالم أن يتحدى وأن يضع الإرهاب تحدياً حقيقياً فوق أي تحدي آخر وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري أن مصر حشدت جهودها من أجل عملية تنموية هائلة باعتبارها عنصراً مهماً للتغلب على الإرهاب وأوضح أن مواجهة الإرهاب تتطلب الاتحاد والتحرك في مصارات مختلفة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاجة لمقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وخلال مؤتمر صحفي لزعماء قمة مصر ودول تجمع فيشجراد شدد الرئيس السيسي على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 6 ملايين لاجئ يعيشون كمواطنين عاديين وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى بإصرار وعزيمة من أجل التقدم في جميع المجالات لتوفير حياة كريمة لشعبها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البشرية تعيش مرحلة دقيقة تتطلب التكاتف الدولي لوقف التدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة وحضر الرئيس خلال كلمته أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي من كارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج أنهى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي زيارته إلى الأقصر بمتابعة مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى والمعروف بطريق الكباش بمعبد الأقصر استعدادا لإقامة احتفالية كبرى للترويج للمحافظة وأشاد رئيس الوزراء بأعمال التطوير كما وجه بتنصيق إعمال الإنارة في معبد الأقصر ومحيطه على النحو الذي يتماشى مع النصق الحضاري لهذا الموقع وإبراز المعبد ورونقه كما جدد تأكيد ضرورة الانتهاء من دهان المنازل المحيطة بالمعابد نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جناف بالتعاون مع عشر دول في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان يتناول تداعيات جائحة فيروس كورونا على تمتع الشباب بحقوق الإنسان وأوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جناف أن القرار صلت الضوء على تأثير الجائحة على حقوق الشباب في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي كما دع القرار الحكومات إلى تطوير استراتيجيات من شأنها منح الشباب فرص حقيقية تتيح لهم المشاركة الفعالة في المجتمع أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 857 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وتسع وثلاثين حالة وفاة وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 419 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 264 ألف حالة استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية وخلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وللمزيد يمكنكم دايماً متابعتنا عبر الإنترنت على موقعنا extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب شكراً لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء